اشتركوا في القناة جملت النساء الفرنسيات اضمحلال الإقطاعية لا بمفاتن أشخاصهن وأزيائهن فحسب بل بقدرتهن التي لا تبارى على جعل المجتمع الفرنسي جزءا حيويا من الحياة الفكرية للأمة لا مجرد اجتماعات للثرثرة والقيل والقال كتب جيبون بعد انوصل في عام 1777 من قطع بينه وبين صالونات باريس كتب يقول لو اتيح لبوليانوس الآن ان يلم من جديد بعاصمة فرنسا حيث ولد في عام 331 لاستطاع ان يتبادل الحديث مع علماء واعباقرة قادرين على فهم تلميذ من تلميذ اليونان وعلى تعليمه ولعله مغتفر تلك الحماقات اللطيفة التي تند عن أمة لم يوهن روحها الحربية قط حبها للطرف وهو لا بد مصفق لكمال ذلك الفن الرفيع الذي يرقق ويهذب ويجمل علاقات الحياة الاجتماعية ثم اضاف في احدى رسائله قائلا لقد بدى لي دائما ان النساء في لوزا كما في باريس ارقى كثيرا من الرجال وكانت قدامى الصالونيات يخلين المسرح على كر فمدام جوفيران ماتت في عام 1777 كما سبق القول اما مادام دوديفان فقد اوشكت ان تتم عبور القرن من اوله لاخرة فقد دخلت التاريخ بوصفها احدى خليلات الوصية على العرش وافتتحت صالونا اتصل نشاطه من عام 1739 الى عام 1780 وكانت قد خسرت معظم سباع الادب اذ ظفرت بهم جولي دلوس بيناس والصالونات الجديدة وقد وجد هوراس ويلبول الذي قدم اليها لاول مرة في عام 1765 تشكيلتها من الشيوخ الارستقراطيين مملة لا تثير اهتماما انني اتناول وعشائي هناك مرتين كل اسبوع واحتمل اصدقاءها المملين كلهم لاجل خاطر الوصية على العرش وهو يعني ذكرياتها المرحة لفترة الوصاية الرائعة تلك التي قررت طابع المجتمع الفرنسي والاخلاق الفرنسية طوال الستين عاما التالية اما هي ذاتها في عبارة هوراس فلذيذة في الثامنة وستين تواقة لمعرفة ما يجري كل يوم وقد اعجب بفكرها اعجابا مفرطا لانه لم يلتقي قط بمثل هذا الذكاء اللامع في نساء انجلترا التي ما زلنا مقهورات مكبوتات حتى لقد الف ان يلم بها كل يوم وقدم لها من التحية والاطراء ما بدى معيدا شبابها الذهبي وافردت هي له مقعدا خاصا يحجز له دائما ووفرت له التدليل بكل لون من الوان اهتمام المرأة ورعايتها واذ كان في طبيعتها بعض الذكورة فان رقته الانثوية تقريبا لم تسؤها واستطاعت وهي عاجزة عن رؤيته ان تشكل صورتها عن كما يشتهيها قلبها ثم احبت تلك الصورة اما هو فلم يستطع قط وهو المبصر ان ينسى شيخوختها وعجزها البدني وحين عاد الانجلترا راحت تدبج له رسائل فيها من حرارة الحب ما يقرب مما في رسائل جولي دوليس بيناس الى جبار مكتوبة باروع ما ابداه ذلك العصر من نثر وقد حاولت ردوده على رسائلها ان تكبح فرحتها وكان يقشعر فرقا اذا خطر له ما قد يفعله كتاب مجلترا الهجاءون مثل السيلون بمثل هذه الاكلة المثيرة لشهية الهجاء واحتملت لومة واكدت حبها من جديد ووفقت على ان تسميه صداقة ولكنها اكدت له ان الصداقة في فرنسا كثيرا ما تكون اعمق واقوى من الحب كتبت اليه تقول انني ملكك اكثر مني ملك نفسي وددت لو استطعت ان ابعث اليك بروحي بدلا من رسالة واني لا ابذل السنين من عمري عن طيب خاطر لأضمن وجودي على قيد الحياة حين تعود الى باريس وقد شبهته بمونتني وهذا اسمى مديح في وسعي ان اخصك به لاني لا اجد فكرا يعدل فكره انصافا ونصوعة ثم عد الى باريس في اغسطس من عام 1767 وانتظرته في انفعال العذارة اخيرا اخيرا لم يعد يفرقنا بحر لا استطيع ان احمل نفسي على ان اصدق ان رجلا له شأنك في الحياة ويداه على عجلة حكومة عظمى واذن على عجلة اوروبا في وسعه ان يترك كل شيء ليحضر ويرى عرافة عجوزا في ركن دير انه حقا لأمر بالغ السخف ولكنني مسحورة فتعال تعال يا معلمي ليس هذا حلما فانا اعلم انني صاحية ساراك اليوم وارسلت مركبتها لاستقلها فوفاها على الفور وظل ستة اسابيع يطربها بحضوره ويحزنها بتحذيراته فلما عاد الى انجلترا لم تستطع ان تفكر الا في رجوعه الى باريس كتبت اليه تقول ستجعل غروبي اجمل واسعد كثيرا من ظهيرتي او فجري ان تلمي ذاتك المطيعة طاعة طفل لا امنية لها الا ان تراك وفي الثلاثين من مارس من عام الف وسبعمائة وثلاثة وسبعين طلب اليها ان تكف عن الكتابة ثم لانت قناته واستؤنفت الرسائل بينهما وفي فبراير من عام الف وسبعمائة وخمسة وسبعين طلب اليها ان ترد اليه جميع رسائله فامتثلت مع الماعة رقيقة الى رغبتها في ان يرد اليها رسائلها كتبت اليه تقول سيكون لديك ما يكفي لانارة احاسيسك الحارة مدى طويلا ان اضفت الى رسائلك كل الرسائل التي تلقيتها مني وسيكون هذا انصافا ولا ريب ولكني اترك هذا الامر لحكمتك ولم يبق من رسائله الثمانمائة اليها غير تسع عشرة رسالة اما رسائلها فقد احتفظ بها كلها ونشرت بعد موتويل بول وحين سمع ان معاشها توقف عرض ان يعوضه من اراده الخاص ولكنها لم تر ضرورة لهذا وقد زاد انهيار غرامها من قتامة ذلك التشاؤم الطبيعي لامرأة لامرأة فقدت الظاهر الانيق لتصل الى انانية البشر التي لا يدركها التعب وقد سألت ويل بول يا معلم المسكين ألم تلقى غير الوحوش والتمسيح والضباع؟ اما انا اما انا فلا ارى غير الحمقى والبله والكذابين والقوم الحاسدين الغادرين احيانا ان كل من اراه هنا يذبل روحي فلست اجد في احد فضيلة ولا اخلاصا ولا بساطة ولم يبقى لها غير اثارة من ايمان ديني يعزيها ومع ذلك فقد واصلت حفلات عشائها مرتين في الاسبوع عادة وكثيرا ما كانت تتغذى خارج مسكنها ولو هروبا من سأم ايام مظلمة كالليالي واخيرا كفت عن التشبث بالحياة بعد ان تعلمت ان تكرهها ورادت نفسها على تقبل الموت وكانت الامراض التي تبتلى بها الشيخوخة قد تفاقمت واصطلحت عليها فشعرت وهي في الثالثة والثمانين بانها اضعف من ان تقاومها واستدعت كاهنا واسلمت نفسها للامل دون كبير ايمان في اغسطس من عام 1780 بعثت باخر رسالة الى ويلبول تقول انني اليوم اسوأ حالا ولست اخال لهذه الحال معنا الا النهاية وليس بي من القوة ما يكفي للاحساس بالخوف وبما انه قدر علي ان لا اراك مرة اخرى فليس لدي ما اسف علي فسل نفسك يا صديقي ما استطعت ولا تبتأس لحالتي وسوف تأسف علي لان المرأة يطيب له ان يعرف انه محبوب وماتت في الثالث والعشرين من سبتمبر تاركة لويلبول اوراقها وكلبها ووصلت الكثيرات غيرها من الصالونيات هذا التقليد الجليل السيدة دودتو ودوبنيي ودني وكوندرسي وبوفولي وشوزيل وغرمون يضاف اليهن جمعا اخر لصالونات ما قبل الثورة وهو صالون نادام نوكير العظيم وقد بدأت حوالي عام 1770 حفلات استقبالها في الجمعة من كل اسبوع ثم اضافت الثلاثاء بعد ذلك وفيه كانت الموسيقى هي الغالبة على الندوة وفي الجمع كان رواد الصالون يلتقون بديديرو ومارمونتيل وموريليي ودولامبير بعد موت جولي وسان لامبير وغريم بعد موت مادام دوبنيه وجيبون وزينال وبوفون وجيبيار وبيغال وانتوان توما صديق سوزان الأديب الأثير لديها وفي أحد هذه الاجتماعات في إبريل من عام 1770 طرقت فكرة إقامة تمثال لفولتير هناك كان ديديرو يكتب هرطقاته وهناك كاد يصبح رجلا مهذبا مسقولا كتب إلى مادام نوكير يقول مما يؤسفني أن الحظ لم يواتني بمعرفتك في وقت أسبق وإلا لكنت بلا ريب بعثت فيه إحساسا بالنقاء والرقة يسري من نفسي إلى كتبي ولم يبد غيره رأيهم فيها بمثل هذا الثناء فمارمونتيل مثلا وهو الذي ظل صديقا لها خمسة وعشرين عاما وصف سوزان في مذكراته بهذه العبارات لم تؤت شيئا من مفاتن الشابات الفرنسيات لجهلها بأداب باريس وعداتها فلا ذوق في لباسها ولا يسر في حركاتها ولا سحر في أدابها وكان ذهنها كما كان تعبير وجهها ثابتين ثباتا مفرطا بحيث افتقد الخفة والرشاقة وكان أكثر صفاتها جاذبية هي المجاملة والإخلاص ورقة الفؤاد ولم تحبها نساء الطبقة الأرستقراطية مثال ذلك أن البارونة دوبر كيرش التي زارت آل نوكير مع الغيران دوكبول في عام 1782 لم تر فيها ببساطة أكثر من مربية أما المركيزة دوكريكي فقد مزقتها إربا في صفحات مشحونة بالغل الضريف لابد أن مادام نوكير أوتيت الكثير من الخصال الطيبة حتى ظفرت بحب جيبون الدائم ولكنها لم تتغلب تماما على تراثها إطلاقا فظلت متزمتة صارمة التدين رغم ثرائها ولم تكتسب قط ذلك المرح الراقي الذي توقعه الرجال الفرنسيون من النساء وفي عام 1766 أنجبت الفتاة التي أصبحت فيما بعد مادام دوسنال وقد غدت هذه الفتاة جارمين التي شبت وترعرعت بين الفلاسفة والحكام عالمة وهي في العاشرة وجعلها نبوغها المبكر مفخرة لأبويها إلى أن أرهق مزاجها العنيد العصبي أعصاب أمها وقد أخضعت سوزان ابنتها لنظام صارم لأن الأمة كانت تزداد غلوا في المحافظة كل يوم فتمردت الفتاة وأصبح شقاق في هذا البيت الأنيق منافسا للفوضى الضاربة في مالية الدولة وأضافت إلى تعاسة الأم تلك المصاعب التي لقيها نوكير في محاولته تفادي إفلاس الحكومة رغم الحرب الأمريكية وكرهها لكل نقد توجهه إليه الصحافة حتى بدأت سوزان تحن إلى الحياة الهادئة التي كانت تحياها في سويسرا وفي عام 1786 تزوجت جيرمين واطلعت ببعض واجبات المضيفة في صالون أمها غير أن الصالون الفرنسي كان آخذا في لضمحلال فالنقاش الأدبي كان يخلي مكانه للسياسة المتحمسة المتحزبة كتبت سوزان إلى صديقة في عام 1786 تقول ليس عندي أنباء أدبية أسوقها إليك فحديث الأدب فحديث الأدب لم يعد الآن موضة العصر والأزمة بالغة الشدة والناس لا يهتمون بلاعب الشطرنج وهم على شفى جرف هار وفي عام 1790 انتقلت الأسرة إلى كوبيه وهو قصر رفي اشتراه نيكير على سواحل بحيرة جينيف الشمالية وهناك ملكت مادام دوسنال وعانت مادام نوكير سنوات من مرض عصبي أليم قضى على حياتها في عام 1794